بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمته العظيمة التي أعظمها بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا القرآن العظيم قال الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولًا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلالٍ مبين فالله سبحانه وتعالى اختار هذه الأمة اختار منها هذا الرسول وأنزل عليها هذا القرآن لتكون حاملةً لشرعه والدعوة إليه لعلمه سبحانه وتعالى بأهلية هذه الأمة قال تعالى كنتم خير أمة أخرية للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كانت حالة العربي قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم حالةً مجرية كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون ولذلك سماهم الله بالأميين لأن الأمي هو الذي لا يقرأ وليس لهم كتاب من عند الله عز وجل ما أنزل عليهم من كتاب كما أنزل على اليهود والنصارى وأصحاب الديانات السماوية بل كان العرب أتباعًا لغيرهم ولا يعتبر لهم قيمة الله سبحانه وتعالى بعث فيهم رسوله وأنزل عليهم كتابه فصاروا علماء فقهاء علماء ساد العالم بأجمعه فصار العالم متبعًا لهم ويتعلم منهم هو الذي بعث في الأميين رسولًا منهم يتلو عليهم آياته هو القرآن ويزكيهم طهرهم من الشرك والكفر ويعلمهم الكتاب والحكمة كتابه والقرآن والحكمة هي الفقه في دين الله عز وجل وإن كانوا من قبل أي قبل بعثة هذا الرسول لفي ضلالٍ مبين في جاهليةٍ جهلاً وضلالةٍ عمياً كانوا أحط الأمم لا يقام لهم وزن وليس لهم قيمة بين الناس فلما بعث الله هذا الرسول فيهم وأنزل عليهم هذا الكتاب وفقهوه وعملوا به صاروا أساتذة الدنيا علماً وعملاً وجهادًا ودعوةً إلى الله سبحانه وتعالى فأنعم الله بذلك عليهم نعمةً عظيمة يجب عليهم أن يشكروها وأن يقوموا بهذا القرآن كما قام به أسلافهم الذين سادوا العالم يقوم به متأخروهم كما قام به أسلافهم هذا الواجب على هذه الأمة المحمدية أن لا تتخلى عن مهمتها فإن تخلت عن مهمتها عادت إلى حالتها في الجاهلية وصاروا أتباعًا لأعدائهم وأتباعًا للأمم السابقة أو الأمم المجاورة كما هو الواقع اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله فلا عزة لهذه الأمة ولا دولة لهذه الأمة إلا بالقيام بهذا القرآن العظيم تعلُّماً وتعليماً وتفقهاً وتدبُّراً وعملاً به ولكن الواقع اليوم في كثير من المسلمين هو العكس ولا حول ولا قوة إلا بالله فلما فلما تركوا لما تركوا هذه النعمة تكاسلوا عنها هانوا عند الله وهانوا عند الناس وذهبت عزتهم ومكانتهم ولا تعود إليهم إلا بالعود إلى هذا القرآن الكريم والعمل به والجهاد بهذا القرآن على الله جل وعلا فلا تُطِع الكافرين وجاهدهم به أي بهذا القرآن جاهدهم به جهاداً كبيراً ولكن كما ذكر الله سبحانه وتعالى مما يكون من حالتي هذه الأمة مع القرآن قال جل وعلا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجوراً أي تركوه الهجر هو الترك أتركوا القرآن الذي به عزهم وقوتهم وشرفهم كما قال جل وعلا لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم أي شرفكم وذكركم في الناس فيه ذكركم أفلا تعقلون وقال جل وعلا وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون سوف تسألون عن هذا القرآن الذي أهملتم العمل به وسوف تسألون يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجوراً والهجر هو الترك وهو يتنوع فمنه الهجر تعلم القرآن تعليم القرآن ومنه هجر التلاوة يتعلمون ويحفظونه ولكن لا يتلونه ويرددونه في صلواتهم وفي عبادتهم وفي خلواتهم وفي مساجدهم وفي حالاتهم لا يتلون القرآن ولا يستمعون إليه وإنما يستمعون إلى اللهو واللعب والأغاني والضحك والتمثيليات والسخريات وما أشبع ذلك هل يليق بالمسلم أن يكون كذلك فهم هجروا تلاوة القرآن وكذلك من هجر القرآن عدم التفقه في معانيه تدبره كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً به ويرتل ويجيّن به الصوت فقط وإنما يتدبر ويتفهم معانيه ثم أيضاً لا يكفي هذا لا بد من العمل به أما من يقيم حروف القرآن ويتقن التلاوة ولكنه لا يعمل به فهذا ممن قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا يتجاوز إنهم يقيمون القرآن إقامة السهم ولكن لا يتجاوز حناجرهم إنما يشغلون به ألسنتهم فقط تلاوة واحترافاً ومباهاتاً وأما العمل به فقليل من يعمل به ولا حول ولا قوة إلا بالله وكذلك من هجر القرآن هجر الحكم به في المحاكم لأن الله أنزله حكماً بيننا فيجب أن يكون الحكم بهذا القرآن عند المسلمين لا يستوردون القوانين الطاغوتية ويحكمون بها ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ظلالاً بعيداً فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل عندنا القرآن هو الحكم بيننا فيما تنازعنا فيه لا في الخصومات فقط بل وفي المذاهب والأقوال والاجتهادات والمقالات لا بد أن نحكم لا بد أن نحكم القرآن ونرجع إليه ونتبع القرآن في عموم في كل ما اختلفنا فيه لا في الخصومات فقط لا يكفي هذا بل لا بد أن نحكمه في العقايد لا بد أن نحكمه في السلوك والأخلاق لا بد أن نحكمه نحكمه في التعامل فيما بيننا لا بد أن يكون القرآن هو الحكم بيننا في كل شيء من أمورنا ولا نحكمه في ناحية دون أخرى لأن هذا من الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه الذي يحكم القرآن في جانب ويتركه في جانب آخر أو في جوانب هذا من الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض لا بد أن يكون القرآن حاكما في كل شؤوننا وأمورنا فلا بد أن يحكم القرآن عند المسلمين في كل ما اختلفوا فيه وأن يرجع إليه فمن كان الدليل معه يوخذ به ومن كان مخالف للدليل يرد قوله قوله ولا عبرة به هذا هو واجبنا هذا هو واجبنا هذا هو واجبنا نحو القرآن وكذلك يحكم القرآن في الاستدلال فلا نستدل بعلم الكلام وعلم المنطق على أمور العقيدة ونترك القرآن والسنة كما عليه علماء الكلام والمناطق في عقائدهم المبنية على الجدل ولا يرجعون إلى القرآن في عقائدهم فهذا كله من هجر القرآن العظيم فعلينا أن نرجع إلى الله وأن وأن نتمسك بهذا الكتاب في كل شؤوننا في كل حياتنا في كل تصرفاتنا فكون هذا القرآن حكماً بيننا في كل ما اختلفنا فيه من عقائدنا ومن خصوماتنا ومن مذاهبنا لا بد أن نحكم هذا القرآن لأن الله أنزله للحكم به فيما اختلفنا فيه ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على فضله وإحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليمًا كثيرًا أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى إن تعليم القرآن اليوم ولله الحمد قد انتشر في جمعيات القرآن وفي المدارس مدارس تحفيظ القرآن انتشر التحفيظ تعليم القرآن وهذا عملٌ جليل ويبشر بخير ولكن لا يكفي أن نقتصر على تعلم القرآن وتعليمه بل لا مد كما سبق لا بد من خطواتٍ أخرى مع القرآن أعظمها اتباع القرآن والعمل به وإلا فمن حفظ القرآن وأتخنه وجود تلاوته ولكنه لا يعمل به فإنه يكون حجةً عليه يوم القيامة أما من تمسك به وسار على نهجه وعمل به فإنه يكون حجةً له عند الله سبحانه وتعالى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن حجةٌ لك أو عليك لا بد من أحد الأمرين إن عملت به صار حجةً لك وإن لم تعمل به صار حجةً عليك عند الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا قال لرسوله وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ من بلغه القرآن قامت عليه الحجة وتمت عليه النعمة وهو مسؤول عن ذلك يوم القيامة فاتقوا الله عباد الله وعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذّى شذّى في النار إن الله وملائكته صلّون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليما اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وارضى اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمناً مستقراً وسائر بلاد المسلمين عامةً يا رب العالمين اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوءٍ فأشغله بنفسه واردُد كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره إنك على كل شيء قدير اللهم أصلح ولاة أمورنا وولِّ علينا خيارنا واخفنا شرَّ شرارنا اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعلهم هداتًا مهتدين غير ضالِّين ولا مضلِّين اللهم أصلح بطانتهم وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها قد جعلتم الله عليكم كفيلاً إن الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم